ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اهلا بكم معايا الناس الاول مرة بتشوفني اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مستنية دعموكو علشان القناة تجبار بيكو والناس اللي دايما بتشوفني ربنا ما يحرمنيش من دعموكو ليا وانا عارفاكو كويس ومبسوطة ان انتو بتتفعوني النهاردة هنعمل مسك حلو قوي 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 يلا نشوف هنعمل ايه النهاردة بتعمل مسك تفتيح وترتيب للبشرة من مكونات طبيعية وموجودة في كل بيت ده فعلا كل الحاجات دي موجودة في كل البيوت مش ما فيش بيت بيخلق من الحاجات دي ااااااا المسك ده مكونات ونشا او كورن فلاور نشا وزبيدي وعسل النشا جميل جدا جدا خصوصا للبشرة الدهنية بيخلص البشرة من اي دهون زيادة اه وبيزيل الخلايا الميتة وبيعالج التهابات البشرة وبيخفف من اه البقع الغمقى اللي بتبقى موجودة في بشرتنا اه كمان الزبادي طبعا اتكلمنا عنه قبل كده وعملنا منه وصفات قبل كده الزبادي حلوة قوي تفتيح وترتيب ونضارة للبشرة وكمان بيغزي البشرة لانه بيحتوي على بروتينات العسل بيقلل من التجعيد وبيخلص البشرة من البصور الغمقى وكمان بيرطب البشرة وبينضف البشرة جدا جدا العسل يلا نعمل وصفة النهاردة انا اخدت معلقة من النشف الحاجة اللي انا هعمل فيها وكمان هياخد اه معلقة او اتنين من الزبادي او معلقة كبيرة شوية من الزبادي او معلقتين صغيرين يعني حسب حجم المعلقة اللي عندك وكمان هحط نقطة من العسل انا بحب العسل قوي في البشرة لانه فيه مضادات للبكتيريا مفيد لحاجات كتير قوي 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 زي ما كلنا عارفين ودي آآ كانت الوصفة ده كان المسك آآ تفتيح وترتيب وتنظيف للبشرة اولا زي ما قلنا قبل ما نعمل اي مسك لازم نخسل ايدينا كويس جدا عشان ما ننقلش اي بكتيريا موجودة في ايدينا لبشرتنا لازم نخسل ايدينا كويس جدا ونخسل بشرتنا وبالغسول وبعد كده نبتدي نحط المسك ربع ساعة على آآ بشرتنا وبعدين آآ بعد ما ينشف نبتدي نخسله هنحس بفرق حلو قوي وهتحسوا بتفتيح ولو في اي بقع غمقه هتروح ان شاء الله مع الاستمرارية آآ هنعمل المسك ده مرة كل اسبوع زي ما قلت لكم لو عايزين تجربوا وصفات كتير ممكن كل اسبوع تعملوا وصفة وتشوفوا ايه اللي هينفع معاكم زي ما قلت لكم قبل كده لما نيجي نعمل اي ماسك سواء آآ طبيعي او حاجة احنا شريينها لازم نجربه الاول على اي جزء من ايدينا نعمل اختبار حساسية على اي جزء من ايدينا هو بعد كده لو ما سبلناش اي تحسس نبتدي نستعمله يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكو يا رب آآ تكون وصفاتي بتعجبكو مستني يا رأيكو وبستنياكو تقولولي انتو حابين آآ نتكلم في ايه او لو عندوكو اي سؤال او اي استفسار او اي وصفة عايزينها قلولي وانا هعملها معاكم لو واحدة جربت وصفة ونفعت معاها تقول لي علشان اجربها وقولكو عليها يا رب اشوفكو على خير ان شاء الله الموارد جاية باي باي اشتركوا في القناة